سيدة شابمن تعليقا على ما تفضل به الأستاذ عماد هل المفاوضات بين طرفين ولا بين طرف بين ثلاث أطراف يعني هل هوكشتاين هو وسيط محايد أم هو يعني صوت إسرائيلي شكرا جزيلا لطرح هذه النقطة الغاية في الأهمية لقد رأينا من خلال الفترة الماضية أن هوكشتاين لديه بعض الجهود الوساطة مثل النزاع البحر بين لبنان وإسرائيل وكذلك الأمر المتعلق بالفين وستة والمفاوضات في الحرب اللبنانية الثانية وبغض النظر عن هذه الأمور في الفين وستة الاتفاق الأمني سبعتاشر سفر واحد لم يتم تنفيذه نهائيا ونحن الآن نحاول الوصول إلى تعزيز لتنفيذ القرار سبعتاشر سفر واحد هوكشتاين تم اختياره من جانب بايدن وهذا يبدو أن هذه النقطة يعتبر أن هذه أحد المخاوف الأساسية هو لبايدن لأنه يحاول أن يتخطى كل هذه الإلقاء باللومة وأيضا يحاول أن يوازن بين العلاقات الإسرائيلية الأمريكية ومع لبنان فبالتالي هناك جهود وساطة مضنية من جانب هوكشتاين في هذا الشأن من أجل الحفاظ على التوازن وبالتالي هناك إخفاقات وقد رأينا الهجمات مستمرة على لبنان على سبيل المثال في السبع عشر من سبتمبر حادث البيجر وهذه الأجهزة التي انفجرت في لبنان التي أخفقت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بالإضافة إلى هذا وما رأيناه خلال هذه الفترة المنصرمة بسبب كل هذه الجمودة التي لقيناه فبالتالي هوكشتاين لم يتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق النار ذلك بسبب الظروف الراهنة والقائمة نتنياهو على أحد الأطراف يقول حتى إن كان هناك وقف الإطلاق النار هو يحاول الحصول على الحق في الوصول إلى جنوب لبنان وتنفيذ الدوريات البرية نتنياهو يرغب في تنفيذ منطقة عازلة حتى الوصول إلى نهر الليطاني أو حتى في شمال نهر الليطاني وبالتالي فإن هذه الظروف غير مقبولة بالنسبة للحكومة اللبنانية ولا تقبلها السيادة اللبنانية أنا الحقيقة كان سؤالي سيدة شابمن أنه هل هوكشتاين هو يعني يفاوض هو يفاوض الطرف اللبناني ولكنه يصمت لدى الطرف الإسرائيلي وهنا المفاوضات لم تكن بين ثلاث أطراف لبنان الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في هوكشتاين ثم إسرائيل يفترض أن المفاوض الوسيط دور الحقيقة أنا شفت هذا الدور في لبنان ولكن لم أره في إسرائيل على الإطلاق بل هو صمت مطبق هوكشتاين قال أنه يحاول أن يكون مفاوض عادل ومحايد لكل الطرفين ولكن ما رأيناه بشكل منتصق أنه كل المفاوضات أو المفاوضين الأمريكيين في هذا الشأن يتجهون بكافة تميل لإسرائيل للصالح الإسرائيلي ومنافع إسرائيل فبالتالي في هذه النقطة على وجه الخصوص من الصعب أن نرى كيف أن نتصرف هوكشتاين وكيف يمكن الوصول إلى مفاوضات واتفاق للتفاوض لقد انخرط في كثيرا من الأمور مع نتنياهو وعالقة في بعض المواقف كما حدث في غزة لم تكن هناك خطة لنتنياهو للخروج من غزة وبالطبع أصبح هناك إخفاقا كبيرا في الصراع في لبنان لأن نتنياهو أعلن وقف إطلاق النار وإذا ما وافق على وقف تبادل إطلاق النار فبالتالي سوف يحاكم نتنياهو بسبب كل إجراءاته وتصرفاته التي يعتقد فيها الكثيرين أنه مجرم حرب فبالتالي هوكشتاين سوف لن يكون لديه القدرة الكاملة للوصول إلى اتفاق بالتفاوض بين الطرفين لأنه منقسم ما بين نتنياهو الذي لا يتمكن من إعطاء كلمة نهائية وقرارا نهائيا في هذا الشأن لأنه عالق في هذا الأمر الصعب من الناحية القانونية والجنائية هل هو عفوا للمقطعة هل هو منقسم أم هو متعاطف هل هو هوكشتاين هل هو منقسم بين وجهة النظر اللبنانية والإسرائيلية أم أنه منذ البداية هو متعاطف مع وجهة النظر الإسرائيلي على الألم في تقديرك يعني إيرين في الجانب الأيمن من الشعب الأمريكي يعتقدون أن هوكشتاين بالطبع يفضل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية وهناك بعض المخاوف في هذا الشأن هناك عددا من الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين الذين يحتلون أماكن رفيعة المستوى في الحكومة الأمريكية فبعض النبأ الأيمن من الحزب الجمهوري لديهم بعض الشكوك في هذا الشأن وفي هذه الجهود التفاوضية فبالتالي هو يحاول الحفاظ على التوازن وحيث أنه له خبرة سابقة في العمل مع الجانب الإسرائيلي وخبرة في الجانب الأمريكي في السياسات الخارجية فبالطبع هناك الكثيرين من اليمينين المتطرفين من السياسين يرون هوكستاين ربما يحاول أن يميل ناحية كافة إسرائيل وينسى دوره الوساطي الذي يجب أن يتسم بالحيانة